تتسع قضايا التعثر المالي للأفراد والشركات حتى باتت المحاكم تعج بألاف القضايا في ظل تداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا الذي نال من قدرات الكثير من المواطنين على سداد الالتزامات المالية للدائنين والموردين وبحسب أحدث المعلومات فإن حالات التعثر المالي في تزايد بسبب أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته حيث لا بد من إجراءات حكومية عاجلة لمساعدة المتعثرين ماليا لإعطائهم الفرصة لتسوية أوضاعهم